يمضي وكلهو إيران قدماً في تكريس نفوذهم في العراق واستحواذهم على مؤسسات الدولة بانتخابات وصفت بالشكلية بعد أن قاطعها 90% من الشعب العراقي أو أكثر بحسب باحثين ومراقبين وناشطين واعتراف مصادر نيابية وبحسب المعلن من نتائج انتخابات مجالس المحافظات فقد حصل الإطار التنسيقي على أكبر كتلة من الأصوات كما ذكرت وكلة رايترز ويدعم زعيم حزب الدعوى نوري المالكي إحدى هذه القوائم وتقود ميليشيا بدر التابعة لهذه العامر وميليشيات أخرى القائمة الثانية فيما تضم القائمة الثالثة التابعين لزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم ورئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي مقاطعة التيار الصدري لهذه الانتخابات بعد خلافات طويلة مع شركائه وبضغوط إيرانية كما كشفت مصادر مهدت الطريقة لقوى الإطار التنسيقي ليكرسوا سلطتهم أكثر في مفاصل الدولة بعد استحواذهم على المناصب المهمة في حكومة السوداني وبحسب تقرير وكالة رايترز فإن هذه الانتخابات عززت قوة أوكلاء إيران ومهدت لها الطريقة للوصول إلى ثروات البلاد النفطية التي يمكن إنفاقها على المشاريع وسفقات الاستثمار وبالنسبة لباقي القوى التي يصفها مراقبون بالهامشية فلقد حصلت على مقاعدة في عدد من المحافظات ضمن توليفة المحصصة الطائفية إلا أن سلطتها الفعلية لا تتجاوز المسار الذي تحدده لها القوى المدعومة من إيران مقاطعة الشعب العراقي لهذه الانتخابات ليست تعبيرا عن رفض المرشحين لذواتهم وإنما هي تعبير عن حالة إحباط عام من العملية السياسية برمتها كما تقول وكالة السيشواتي دبريس وهي مقياس لعدم الرضا عن سياسات حكومة السودان بحسب مركز تشاتام هاوس البحثي الأحزاب التابعة لإيران بقوة السلاح وبالتواطئ الدولي تكرس نفوذها في العراق أما الانتخابات فهي تحصيل حاصل وإجراء شكلي يناسب الديمقراطية الصورية في البلاد ترجمة نانسي قنقر